أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقرار مصادر العملة الأجنبية في مصر وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الإسبوعية شدد مدبولي على أن الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة بالكامل محذرا من الشائعات التي أثارت البلبلة حول أزمة العملة التي استفاد منها عدد كبير من تجار السوق السوداء وعايز أقولها هنا بوضح للمواطن المصري في ناس وقت الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي احنا كنا فيها وهي تجارة السوداء أو الموازية استفادوا بأرباح كبيرة جدا وهذه الشبكات من مصلحتها الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن أن نرجع تاني للأسف في نفس المشهد فحنلاقي نفسنا الحروب النفسية وحروب الإشعاعات والحقودة والدولار ومش الدولار وكل الكلام ده وأنا بأكد مرة أخرى الحمد لله الوضع مستقر تماما الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة وبتطلع وموجودة ومفيش أي حد طلب أي مبالغ علشان مستلزمات إنتاج وعلشان الاحتياجات للدولة وقفت خالص ولا تأخرت ولا إحاك كل شيء بيتلبى ومفيش أي مشاكل فيه